بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أباء سميتموها أنتم وأباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدي أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة والأولي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثي وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إن ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفريت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسي وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخري وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيهم سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخري وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعري وأنه أهلك عادن الأولي وثمودا فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفت الأازفه ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ترجمة نانسي قنقر